الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث في صفحات من حياة الإمام شيخ الإسلام الشيخ عبد الله سراج الدين رضي الله عنه هجرة البلد وهجرة القلب واشتغل الشيخ مدة مكته في المدينة بفضائل الأعمال من العبادات والأذكار وغيرها ولا سيما الصلاة والسلام على من هو في جواره صلى الله عليه وسلم وكان مجتمع السوريين في السعودية وفي المدينة يعج باللغط فاعتزل الناس ولزم العبادة بأنواعها فجمع بذلك بين الهجرتين هجرة البلد وهجرة القلب والعمل التي ثبت فيها الحديث العبادة في الهرج كهجرة إلي فقلت له مرة ألا تذهب للعمرة فقال نحن هنا نؤدي العمرة يقصد الحديث صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة ومن هنا نؤدي الحج والعمرة يقصد ما ورد في بعض الأعمال أنه يعدل حجة وعمرة ثامتين والحمد لله رب العالمين